أمين العام، ضيوفنا الكرام إنه لشرف عظيم أن يتجدد اللقاء في الجزائر مع السيدات والسادة البرلمانيين العضاء في اللجنة التنفيذية في دروتها الثامنة والأربعون فأهلاً وسهلاً بضيوفنا الكرام وطاب مقامكم بين أخواتكم وإخوانكم في هذا البلد الذي يأبى مثل بلدانكم جميعاً إلا أن يكون سنداً دائماً للإسلام وتعاليمه السمحاء فتحية التقدير لكم جميعاً على تشريفنا بحضوركم والشكر كل الشكر للسيد الأمين العام وطاقمه على جهودهم المخلصة في التحذير الجيد لمؤتمرنا لا مناصة من ذكر التحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية وبوادر واقع عالمي جديد يفرض علينا أقلمة اتحادنا ومنهجية عمله وكيف لا ونحن كبرلمانيين نمثل شعوبنا التي تريد أن تكون لاعباً نافذاً في هذا النظام الدولي القادم وتودع إلى الأبد التهميش الذي طالهم إن الأمة الإسلامية أيها السيدات والسادة قوية بمؤهلاتها بهويتها بتعاليم دينها وبحضارتها فعلينا أن نجدد طاقاتنا وجامعاتنا ومراكز البحث لنؤسس لمنهج ورؤية جماعية للتعامل مع رهانات هذا العصر وما أكثرها ففي الوقت الذي يتعافى فيه العالم من آثار جائحة كورونا ها هو التضخم يضرب اقتصادات العالم نتيجة أزمة الطاقة والغذاء والإنفاق اللامسبوق في الميدان العسكري واستقبال اللاجئين والنازحين من النزاعات وآثار التغييرات المناخية فنحن كأمة إسلامية في حاجة إلى تعزيز الثقة بالنفس والإيمان بقدراتنا الحضارية وأخذ زمام المبادرة مصداقا لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العظيم أيها السيدات أيها السادة إن الوضع في فلسطين والقدس الشريف مقلق ويعرف مضاعفات خطيرة كل يوم من قتل ممنهج لشباب أبرياء وهدم نازل أهلهم توسيع الاستطان وترسيم نظام التمييز العنصري ضد الفلسطينيين كما أكده تقيير أمنيستي أنترناشنال ويومن رايت واتش وأخيرا وليس آخرا انتهاك حرومات المسجد الأقصى بمشاركة مباشرة لوزير إسرائيلي يجب على اجتماعنا هذا وعلى اللجنة الدائمة حول فلسطين دراسة متمعنا في هذه التطورات وتقديم التوصيات المناسبة لمؤتمرنا السابع والسابع عشر لاعتمادها كما يجب أن ننصب اهتمامنا على استفحال ظاهرة الإرهاب وتوسع وقعتها خاصة في إفريقيا وكذا استمار نزاعات والأزمات وآثارها الوخيمة كما أفرزتها الحرب في أوكرانيا فإلى تزايد أعداد لاجئين والنازحين تواجه دولنا أزمة اقتصادية وطاقوية حادة تزيد من وقع الغلاء الغير مسبوق للمواد الغذائية إضافة إلى مضاعفة تغييرات المناخية التي عاشتها الشقيقة باكستان السيدات والسادة النواب وطالما نبهنا إلى خطوة كل ظواهر وممارسات الكراهية والعنصرية ضد الإسلام ومنذ أيام شاهدنا بملئ عيوننا شاذا يقدم في استوكولم على جريمة الجرائم بحق المصحف الشريف وإذ أندد بأقوى العبارات بهذه الجريمة النقراء لا ينتابني أي شك بأن مؤتمرنا هذا سيرد بقوة على هذا السلوك الهمجي والعنصري أيها النواب المحترمون هناك سؤال يفرض نفسه علينا اليوم مفاده أين نحن من التطورات الإلكترونية ورقمية وآثارها على أمننا الفكي والأمن المجتمعي للأمة الإسلامية إذ يتولد عنها تحدي التفكيك استهداف الشخصية وروح الانتماء وبالتالي استهداف وحدة المرجعية ويكفي أن أذكر هنا بالضرر الهائل والخطير لشبكات التواصل الاجتماعي لنعي ضرورة تحركنا الجماعي لحماية أمننا الفكري وتعزيز المناعة لمجتمعاتنا الإسلامية وإنه بحق هاجس اليوم ومهمة هذه الألفية وستكون للوفد الجزائر اقتراحات في هذا الشأن وخلال اجتماعنا ستكون لنا فرصة سنرد سرد جهودنا في حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الأقليات المسلمة والفئات الضعيفة أثناء النزاعات ودور المرأة كبرلمانية في شتى مجالات الحياة كما يجب مواصلة تحسين وترشيد أعمال اتحادنا وضبط جداول أعمالنا تفادياً للتكرار والوقوف على أسباب عدم تطبيق بعض القرارات التي اتخذت في السابق آملاً في أن توسمونني بثقتكم ودعمكم لإدارة أشراء المؤتمرنا لما فيه خير لاتحادنا وأمتنا الإسلامية والله ولي وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وباركاته إذن مشاهدين تابعتهم كلمة رئيس المجلس الشعبية الوطني إبراهيم بوغي